أعوذي بالله مشيطار رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بيئي الوحدة التاسعة آثار المخلفات بطريقة معالجتها The Impact of Waste and Waste Treatment نواصل شرح محتويات هذه الوحدة أي هنا أهداف هذه الوحدة التعرف على آثار المخلفات الصلبة والسائلة على البيئة وصحة الإنسان هناك ممكن نعدد حوالي ستة آثار وهي نمرة واحد تلوس الهواء نمرة اثنين تكاثر الحشرات نمرة ثلاثة إصدار روائح كريهة نمرة أربعة مخلفات كيميائية ممكن أن تضر بالقدر الإنتاجية للتربة نمرة خمسة استهلاك الأكسجين الذي يوجد في الماء نمرة ستة العناصر السامة وهي مثل الرصاص والكادمة والزئب يمكن وجودها في المخلفات معالجة النفايات وطرق تدويرها Waste Treatment and Recycling وهنا المعالجة ممكن أن تنقسم إلى قسمين معالجات قديمة كما قلنا بالنسبة للWaste Treatment and Recycling ومعالجات حديثة المعالجات القديمة تنقسم إلى خمسة أقسام والحديثة كذلك تنقسم إلى خمسة أقسام إذن الغديمة نشوف واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة الغديمة هي مصب مكشوف مصب مكشوف أي نصبها أو يعني يتم التخلص من نفات في مكان مكشوف طمر صحي طمر صحي حرق في الهواء نمر أربعة حرق ثم دفن نمر خمسة ردم الأماكن المخفضة بالنفايات ردم ننتقل للطرق الحديثة وهي أيضا تنقسم إلى خمسة أقسام أولا هنالك تحل الحيوي بايو ديجريديشن تخمر بطي تخمر سريع حرق في محارق خاص نمر خمسة تحل الحراري بايو روليسيس ومن أراد تفاصيل أكثر يرجع إلى المصدر هو كتاب علوم تلوث البيئة تأليف الأستاذ دكتور محمد السويدان صفحة 195 إلى 233 وسوف نتناول الشرح بالتفصيل لكل صنف من هذه الأصناف بالنسبة للمعالية وبهذا ننتقل إلى مقاطع أخرى